السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعادنا مع الحلقة الثانية من مسلسل نقطة صودة ابتدت الحلقة اللي فاتت بالتحقيقات في القضية اللي حصلت امبارح امبارح كان في جريمة قتل في قوضة فيروز وجوزها والزوب تجي علشان يشوف ازاي البنت دي اتقتلت في القوضة دي وبعد تفحص وتمحص للمكان والاجزاء كل شيء ابتدوا يحطوا مؤشرات اولية لجريمة القتل وساعتها قرروا انها احتمال بنسبة 90% انتحار بس فيه اختفاء لأداة الجريمة وفي نفس الوقت ليه انتحرت في بيت مش بيتها وبعد ما الزوبة قالت تقرير او المؤشرات الاولية حوالين الجريمة ابتدوا يهدوا فيروز من صدمتها من عزم المشهد اللي شافته الزوبة نازل تحت وكلم مختار ستويفي الغني عن التعريف والمحامي بتاعه كمان الغني عن التعريف وقرر انه هو عايز عمر وعلي عشان يستجوبهم وياخد منهم شوية معلومات لكن طبعا ما فيش اي دليل ضدهم لانها تعتبر جريمة مجهولة بس لو ظهر اي شيء ممكن الامور تتطور ويبقى في الامور امور وبعد ما الضبط مشي عمر لاحص حاجة غريبة واقفت والدته سعاد مع عام ومختار ستويفي كانت غريبة وبشكل مريب وابتدوا يتكلموا مع بعض في سرية تامة وكل ما العين تيجي في العين يحاولوا يروغوا قال يعني عشان محدش ياخد باله ويظهر صلاح ريان هو بيتكلم في التليفون مع واحد من رجالة بتوعه وطبعا اكيد ومؤكد ان وراه مصيبة كبيرة كاعدتوا في كل المسلسلات طبعا كلهم رحوا عند بيت سعاد لان احصابهم تعبانة ومش هيقدروا يقعودوا النهاردة في بيتهم بعد الجريمة اللي حصلت وبعد كده لما طلعوا على القوضة علشان يغيروا هدومهم عمر وقف مع سعاد وابتدى يقول لها انا بلاحظ ان في حاجة غريبة هو في حاجة انا معرفهاش انت مختار بيه او عامي مختار تعرفوها قاعدلوا ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده مفيش حاجة طبعا وبعدين احنا طول عمرنا كده قال لها تمام ومفيش سانية اندخل قطو لقى كارسة جديدة وجريمة قتل جديدة ايمن اتقتل معقول لا مش معقول هو في ايه بقى ايه المسلسل اللي كل حلقة فيها جريمة قتل دي ولو نلاحظ مرة في قودة علي ومرة في قودة عمر وفي الوقت اللي مختار السوافي نعزل عن الشركة بتاعته او عن رئاسة مجلس الادارة لابن اخوه والابنه عمر في اللحظة اللي بيشوف فيها ايمن مقتول بيسترجع الذكريات بتاعت ندم روتو لما حمل حدثه وماتت في العربية وكانت لحظة صعبة جدا بالنسباله المشهد مش بيروح من عينه ومن كتر ما هو مركز في الذكرياته المؤلمة وهو بيتحرك البرواز بتاع صورة ندم روتو وقع على الارض الكسر والزابط كان موجود علشان يحقق ويسأل ايه اللي جاب جريمة القتل دي هنا وايه الحكاية بالزبط والزابط بيرجع ويأكد انه هو هيعمل لهم استجواب مرة تانية او ياخد منهم شوية معلومات لغاية ما يزهر اي دليل يحرك مصر القضية في اتجاهها الصحيح بس اللي واضح كده ان الموضوع مقصود والموضوع كبير لان اتنين وفي قوض نوامكو لا كده مش صدفة منال منهارة لموت جوزها وطبعا بيحاولوا الواسوة ويهدوها ويعرفوا ان ده قضاء القدر وبصراحة هي مش منهارة قد كده واضح كده انها ما كانتش بتحب اي من جوزها وفيروس قال بتاخد حبوب مهدئة قال زعلنا على اي من اخوها واضح برضو انها ما كانتش زعلنا على اي من اخوها واضح على منال ان داميرها مقنبها لانها ما كانتش بتعامل جوزها كما ياجب ان يكون فزعلنا ان هو مات وبتقولي وبصراحة ما اصرش معايا في حاجة لكن انا اصرت معايا في كل حاجة شكلها كده اتجاوزته جاوزت مصلحة او جاوزة يعني عشان تخلص من والدتها لانها بتكره والدتها كره العمل لان والدتها بتحب عمر بشدة وبتفضله عليها وده عمل لها نقطة عقدة من وهي صغيرة وبتحصل مشدة كلامية ما بين ما وانال ووالدتها وساعتها بتقول لها انها بتكره لانها بتحب عمر اكتر منها وانها جعلتها انسانة معقدة وكمان ما خلفتش علشان ما تجيبش عيل يكره امه زي ما هي بتكره امها هي خايفة من كل حاجة حواليها وبتصرف صرفات غريبة جدا والدتها بتحاول تهديها وبتقول لها على فكرة انا هاطلع للزبط واقوله واقوله ان كان فيه خلاف كبير ما بين جوزي وما بين عمر انا هواديلك عمر ده في ستين دهي وريحك اتلاها فيه بنت محترمة اتقول كده اتلاها محترمة ايه انتي طول عمرك انتي اللي وصلتني للكره ده العمر عمر ممكن ما يكونش بيعمل لي حاجة بس انا بكرهه بسببك بسببك انتي ومن كتر الكلام الجارح اللي قالته بنال لولدتها ما والدتها احتدت عليها وضربتها بالقلم على وشها وقالت لها خرصي الكلام الفرغ اللي انتي بتقولي ده انا مش عايزة اسمع نفسك ولا عايزة اتمعها الفطف الكلام انتي عايزة تودي عمر في دهي هتلاها عمر 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 هو كل اللي يهمك عمره بس عاوديهولك في دهي هنا بقى فيروس بعد انهيارها الشديد بتستأزن سعد انها تطلع ترتاح لانها مش قادرة تستوعب كل اللي حصل النهاردة لكن وهي خارجة من القوضة ظهر على وشها ابتسمة صفرة لها معنى كبير في القصة صوفي بتكلم جوزها في التليفون وفي نفس الوقت بتهون على منال اختها وبتحاول تهديها وبتسمع منها كل حاجة ومنال بتديها كل اللي جواه وبتطلع مشاعرها ضد اخوتها ومشاعرها دي كانت السبب فيها والدتها وبتعيد الكلام اللي قالته من شوية بس بتعيده المراضي لصوفي فيروس قاعدة مع اختها وبتقول لها اشرب 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 في صحية اخوك قاعدة لها حرم عليك ايه الكلام الفرغ اللي انتي بتقولي ده بها مكان اخونا وعلى فكرة نزعلنا ومقهورة عليه قاعدة لها ما تقاهريش على غالي يا حبيبتي وهو كان مقهورة على مين فينا خلاص اللي فات مات خليك يفد الوقت قاعدة لها لها نزعلنا عليه الدفر ما يطلعش من اللحم والتانية تقول لها ده أنا اللي بحسبك حتكوني مبسوطة من اللي حصل ويظهر عمر وهو مع نفسه وبيعمل فلاشباك وفي اللحظة دي بيفتكر اخر عركة كانت ما بينه وما بين ايمن وساعتها كان فيه تهديدات كوية جدا لان ايمن ما كانش مظبوط وهو هدته بالرد وبعد كده دار حوار ما بين عمر وما بين اعلي وكان مغزى الحوار انه هما ممكن كده يروحوا في دهيا هما اللي اتنين لو التحقيقات ما قدرتش توصل للجاني الحقيقي اكيد رجلهم هتطلط قاله ربما بس عمر دايما سند لكل اللي حواليه وساعتها بيخفف عن اخوه علي وبيقوله ما تقلقش احنا مع بعض وانا في دهر مختار بيعمل اتصالاته وانقاذ ما يمكن انقاذه وفي اللحظة دي ساعتها بتدخل عليه سعيد وبتتكلم معاه وبتقوله انا شايفة ان الزمن ابتدى يعيد نفسه قال لها انا مش عايزك تتكلمي كتير ممكن يتهدي عشان نعرف نتصرف وساعتها عمر بيدخل وبرضه بيحس ان الكلام مش طبيعي وفي الغاز هو مش فهمه هنا بقى بيظهر واحد من رجال صلاح ريان وبيقوله اللي انا حسيته معاك انك لا عندك عزيز ولا غال انت خلصت على ايمن وايمن ده كان المفروض يعني قاله بقولك ايه خليك في شغلنا ركز عشان نعرف احنا عايزين ايه بالزبط فيش داعة تضيع الوقت صافي ودنية ولمامة ولقاقة وراحت بسرعة على عمر وقارت له ان اخته مش بتحبه ومستعدة تقول للزبط ان كان في خناقة كبيرة قبل الوفاة ما بينك وما بين ايمن قال لها اختك عصبها تعبينة ومعاها كل الحقوق تعمل اللي هي عايزة وبعد كده قاعد يكلمها كلام كويس ويطبطب عليها وابتظهر فيروس هي وجوزها وهي بتحاول تجدل معاه في كل حاجة حصلت هو بيحاول يقناعها ان الوقت ده ما بقاش مناسب لأي منقشات لان هو فيه اللي مكفيه ولازم هي تستوعبه لان هي مراته والمفروض انها تقدر كل الظروف اللي حصلت هلت له بالعكس انت للمفروض تقدر فيروس دايما بتعرض جوزها على انه انسان مقصر في كل حاجة في حياتها لما بيزهق من الحوار وانها مش قادرة تستوعبه بيسيبها ويمشي ووضح كده ان من اجمل المجهد اللي حنشوفها في المسلسل هي مناطق في اسكندرية وطبعا عاش اهل اسكندرية اتمنى اللي وصل معنا للنقطة دي وقبل ما نكمل الحلقة يدعمنا بلايك ويكتب تم في التعليقات فعلا لو عجب الملخص سلاح ريان بيروح لمنال البيت علشان يعزيها صاحب واجب من صغره المشكلة ان بمجرد ما بيوصل عمر كمان بيوصل لانه قال لصوفي ان هو لازم يروح لمنال ويهديها ويوسيها لان جوزها مات وهي اصلا انسانة تعتبر مريدة نفسيا واول ما وصل البيت لقى صلاح ريان هناك صلاح مد ييده علشان يسلم عليه لكن ساعتها عمر رافضه بشدة بس صلاح بارد وما بيهموش وبيراوخ وبيحاول يبرر لعمر عن سبب وجود في بيت اخته وبعد كده بيفتأزن علشان يمشي وبيمد ييده للمرة التانية لكن هنا عمر بيرد السلام وبعد ما بيمشي مباشرة بييجي الحوار ما بين عمر ومنال وطبعا بيدبه خناقة لان منال مصر على موقفها انها بتقره عمر كره العامة وده بسبب المعاملة اللي والدتها عملتها بيها من وهي صغيرة وخلت ما بينهم علاقة الحق والغيرة توصل لأقصى درجة فيها وبينتهي المسلسل وقبل ما نختم اللقاء بتاعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أبسط شيء نقدر نعمله نزرع محبة الناس ما بتجيش غير بالخلق الطيب هو شكراً بالخلال شكراً 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 شكراً